عليكم رحمة الله وبركاته زي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا من ينساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد الله ومصلي على سيدنا محمد عشان يوصلين كل الجديد من الفيديوهات ان شاء الله خبرنا النهاردة بيتكلم عن طبعا سمارة وهي طلعت شكرت ربنا سبحانه وتعالى والشكر دي نعمة مهمة جدا 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 للانسان يعني الانسان لما بيشكر ربنا سبحانه وتعالى فربنا بيزيد انا مش طالعة النهاردة اني ادعيك يا رب ولكن انا طالعة بس ان انا اشكرك واقول الحمد لله على نعمك في دعاء جميل جدا جدا زمان قوي قريته وقريت فضله فبقيت بحبه قوي قوي اللهم لك الحمد كما ينبغل للجلال وجهك وعظيم سلطانك يعني ايه يعني انت بتحمد ربنا جدا جدا فالجملة دي لما بتقولها او الزكر ده لما بتقوله ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة ما تكتبوش حسناية العبدي خليه لحد ما يومي الايامة اشوفه انا حجزي بيها او حديله سواب عليها العبارة دي ياريت كلنا نرددها فمين ساعتها بصراحة وانا بقيت بحبها جدا جدا وبفضل اقولها لان ربنا سبحانه وتعالى يعامل عليها سواب كتير لا يعلمه قول الا هو اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نسكر ربنا على كل نعم في كل الاحوال وربنا ان شاء الله حيزدنا ويقف معنا لان احنا ملناش غيره في الدنيا جبل النهاردة قد اداء وتقلق في مع نادي الزمالك في المطش النهاردة اللي كانوا بيلعبوا قدام انجولا واخته طلعت على طول واشادت باداءه وقالت ربنا يحميه ويبارك فيه مش هي بس اللي قالت ده ولكن كتير جدا جدا من الجمهور جمهور نادي الزمالك اشاد باداء ابو جبل النهاردة لانه هو صد كور كتير جدا كذا كورة بس كمان مش كتير قوي يعني ولكن بطريقة احترافية كويسة جدا طبعا دافع على نادي الزمالك وما خليش اجوان تخش فيه فالناس فرحانة جدا بيه سواء من جمهور الزمالك واخته كمان نزلت بسط على صفحاتها الشخصية وقالت ربنا يحميه ويخليه يا رب اللي يكون في خير لكل واحد اللهم امين فينا جميعا وهم كمان وكلنا ربنا يكتب دينا الخير زي ما ربنا شايف لانه ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمة وشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله تحياتي لحضراتكم من كل الان